أو إذا كانت مالية على حسابات الأرقام والجنيل السرليني أو باليورو تعالوا نشوف مع بعض كده أرقام الدوري الإنجليزي طبعاً والكلام على أن البرامير ليج هنا بوستنج the UK economy يعني أنه تتكلم على واحد من أهم روافض أو مصادر الدخل للاقتصاد البريطاني عموماً عوائد بطولة الدوري الإنجليزي تحديداً على الاقتصاد الإنجليزي 8 مليار استرليني 8 مليار استرليني منهم نصهم أو أكتر من نص بشوية 4.2 مليون باوند بيخشوا كصافي دخول للدرائب يعني الدولة بتستفيد من 8 مليون دول 4.2 مليار استرليني كدخل من الضرائب عن الأندية وعن الملاعب وعن الإعلانات وعن اللعيبة نفسها طبعاً العقودة هناك أو تعقودات هناك يمكن تكون الأكبر على مستوى العالم 1000% هو حجم النمو في المساهمة في الاقتصاد البريطاني 1000% من 99 لغاية الموسم الأخير أنت بتكلم على 1000% نسبة نمو في تقريباً فترة حوالي 22 سنة 90 ألف فرصة عمل بمباشرة وغير مباشرة داخل المملكة المتحدة أو داخل بريطانيا أو المملكة المتحدة عشا تكون أكثر دقة يعني لأنه في فرق بينهم داخل المملكة المتحدة بيوفرها الدوري الإنجليزي يعني طبعاً أرقام مفزعة لما تفكر أنه ده حصل في حوالي 20 سنة اللي هو يعني بالنسبة لرؤية الدول أو يعني ولا حاجة يعني يمكن هو الدوري الإنجليزي زي ما تتكلمت يا أحمد من حوالي 20 أو 22 سنة ما كانش هو الدوري الأهم والأقوى احنا بأن كل الناس آه الدوري الإيطالي كان واحد من أقوى الدوريات اللي على مستوى العالم وكان هو كان الأقوى البوست آه الاسبوت كله كان على الدوري الإيطالي والنجوم كلها حتى وجهة النجوم كلها كانت دايماً أو التحدي الكبير عند النجوم لله هل إنت قلعبت في إيطاليا أو لا؟ حتى الكلام ده كان لسه بيتقلم من نجم الكبير بس أنا مش متذكر أسما وكان بيتكلم من مقياس النجاح أن اللاعب ده مشارك trophy كان بيتكلم عن ليونيل ميسي إنه رحبت في الدوري الإيطالي وده كان بيقنم بينه بين رونالدو يعني أن رونالدو راحت دوري الإيطالي وحقق نجاحات عكس ميسي فحتى الآن الدور الإيطالي لسه مقياس قوة فالدور الإنجليزي أنه يقدر يسحب البصات في خلال 20 سنة فقط ويحقق النجاحات الفنية والاقتصادية الرهيبة للأرقام عرضتها دلوقتي فده نجاح كبير للقائمين على الدور الإنجليزي أنت علشان تدير دوري قوي زي ده وتقدر من خلال الدوري توصل أن أنت بتكسب البلد اللي فيها الدوري زي ما أنت تكلمته وقلت أن المملكة المتحدة بتحصل 4 أو 2 من 10 مليار من مدخلات الدور الإنجليزي يعني بنسبة ضرائب تقريبا 52% فإنت القائم على الإدارة وهنا دايما المشكلة اللي احنا بنعاني منها هنا في مصر أن القائمين على إدارة الأنشطة الرياضية أو المسابقات الرياضية هم المسؤولين عن نجاح أو تردي المردود سواء الاقتصادي أو الفني للبطولات عمتا فنموذك طبعا يحتزى به لكل القائمين على أي إدارة في العالم كله الفكرة كمان يا بلال وأسمع رأي مصطفى في الجزئة دي فكرة أنك أنت خلقت أو حولت أو بدأت عملية التحول دي بالتأكيد ده ما حصلتش في يوم وليلة لكن في النهاية أنت خليت الدوري الإنجليزي النهاردة